يلا إحنا معاكم على الهواء مباشرة بالأردني بدنا ناخد طلباتكم لفقرة الأبراج إذا حبين تتواصلوا معنا سواء من خلال لايف على فيسبوك عمان تيفي أو روتانا ريديو جوردن ورح نبدأ مع الطلبات إيش زيت زغول؟ أنت بدك تسمعنا الرقم آه نذكر بالرقم كمان أوكي 06-569-299 عنا غسان أول طلب على فيسبوك بده يعرف عن موليد 18-3 حوت يعني واقع بين برجين خلينا نقول لا الحوت ينتهي 20 الحوت ما أخذ من الحمل بالضبط فبدك تنتبه للبرجين الحوت الحوت خلينا نقول أنه كانت بداية الشهر في عدم استقرار عدم استقرار أفكار بالدرجة الأولى مزاجية عالية إحنا بهذه الفترة الأسبوع الثاني والثالث فترة حساسية جدا وأنا حكيت مبارح كثير من الأبراج يعني 90% من الأبراج خلينا نقول 10 من 12 عندهم حسم بهذا الشهر ومن ضمنهم برج الحوت فترة حساسة كثير عليك أن تنجز المهام بدون خطأ أو إهمال عدم الدخول بسلبيات عدم التعامل مع ناس سلبيين عدم الدخول بمشاكل قانونية حافظ على سمعتك عندك حسم بكثير من المواضيع اللي بدك يا أما تغلقها تماماً أما تفتحها على الواسع وأيضاً تنهيها فهاي المسألة كثير مهمة بالنسبة لبرج الحوت لأنه صار له كم شهر مش مرتاح هو وبرج الدلو أيضاً فبدنا عشان ترتاح بدك تحسم نفس الشيء بالنسبة للدلو أيضاً انتبه للمصاريف المالية وعمل على ميزانية محكمة الابتعاد عن بعض الأمور الغير مفيدة بحياتك أو مش مهم أنك تدخل فيها بهذا الوقت خاصة إذا كان فيها صرف مالي العاطفة جيدة على مدار الشهر وهي العزاء الوحيد لبرج الحوت لأنه عنده الأمور العاطفية مع العائلة ومع أفراد العائلة بشكل عام سواء كان من الأخوة والخوات أو مع الأبناء ممتازة جداً وفاء ميسون عم تسألك عن توافق ما بين أنثى 26 أربعة ثور وذكر 7 أربعة ثور مع سرطان الثور ما أخذ من الحمل فبديك تنتبهي ثور وسرطان تمشي هالعلاقة ممتازة جداً بأعتبرها الثور أنه العناد شوي تخفف منه والسرطان تخفف من المزاجية الموجودة عندك نعتبرها ناجحة مع القليل جداً من التنازلات نعم عنا كمان ميسون عبد الله عم بسألك عن توقعات شهر 9 لموليد برج القوس القوس من الأبراج الممتازة جداً على مدار السنية قلنا أنها عم تمرع بفترة التعديل المالي وتعديل على المستويات بشكل عام بديت الشهر بفترة حساسة وقلنا أنه إذا بتحتاج لدعم ما تقصر عندنا الأسبوع الثاني والثالث تزداد المسؤوليات وتكون تحت الضوء لذلك انتبه من الأخطاء اعمل بنظام جديد وتأقلم مع المعطيات الجديدة التي ستظهر انتبه للأمور الصغيرة وكون حذر من المنافسين ابتعد عن التهور والتحدي والتوتر وإذا كنت معصب أو متوتر ما تتخذ أي قرار انتبه لكلامك وأفعالك وانتبه لصحتك بهاي الفترة تابع أمر أحد الأشخاص يهمك أمره وعاطفياً جيدة شرط عدم إنك لا تستفز ولا تستفز هاي المسألة بدك تبعد عنها لحتى تعيش حياة سعيدة نعم عنا اتصال هلو هلو صباح الخير صباح الوردي صباحكم أو صباحك أهلاً يا عيسى بدنا نغلبكم بدنا نستثل عن موليد 23 سبعة 84 ساعة 8 ونص المساء طول برج الطالع وشو الأوضاع أي ساعة شوي شوي عيسى معي 23 سبعة 84 84 أي ساعة الميلاد 8 ونص صباحاً المساء 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 يعني نأخذها من الثمانية للعشرة برجك الأسد ما أخذ من السرطان الأسد ما أخذ من السرطان الأسد ساعة 8 ونص بليل بكرة بدي أجاوبك على البرج الصاعد لأنه جدول مشمعي فإن شاء الله بكرة بحكي لك شو البرج الصاعد ولكن رح أحكي لك عن الأسد وبدك تنتبه للسرطان أيضاً لأنك كثير قريب عليه الأسد الأسبوع الثاني والثالث أحذر الاستفزاز وأيضاً أنت ما تستفز الآخرين حافظ على هدوء أعصابك فترة جيدة للاستثمار والتعاملات المادية رح تكون الأمور ناجحة معك ولكن رح تبحث عن أسلوب جديد للتعامل مع الناس ممكن تنصدم بعلاقة أو بإنسان عزيز عليك رح تنصدم فيه بهذه الفترة ولكن كله رح يكون لمصلحتك عشان ما تغرأ أكتر بهذه العلاقة ما عم بحكي عن علاقة عاطفية فقط ممكن تكون علاقة عمل شراكة صديق ممكن تعطيله أسرارك وهو إنسان غير جيد فيه أمور رح تنكشف لك بهذه الفترة أيضاً إذا عندك حقوق ضائعة هذه الفترة ممتازة جداً أنك تبحث عنها وتوصل لهدف مالي عاطفياً جيدة للمرتبطين وغير المرتبطين وعننا كمان اتصال هلو هلو صباح الخير صباح الورد أهلاً أهلاً رند معنا تفضلي يا رند شكراً عافية أنا موليد سهر تسعة أحسنتي العذراء أحسنتي أسوف أوكي شكراً يا رند أنك طلبت العذراء أصلاً يعني أصلاً مش ضروري يكون عذراء برجك حتى لو أنها بموالية شهر تسعة ممكن يكون الميزان أمتى تحديداً رند عدميلادك رند أربعتاش تسعة أربعتاش تسعة أه عذراء أكي عذراء ما أخذ من الميزان وبدك تنتبهي للبرجين العذراء الأسبوع الثاني والثالث عم نحكي فترة مش سهلة لذلك بدك تحذر المناقشات العقيمة تبعد عنها ما تخالف القوانين وإحذر الحوادث البسيطة ممكن الحظ يكون عم بخدمك بكثير من على كل المستويات عم بخدمك الحظ ولكن أنت بدك تنتبه التسارع بالأمور اللي عم بحصل معك وزيادة المسؤوليات عليك بالرغم من كل هذا أنت راح تكون بالمقدمة ولكن حتى تضل بالمقدمة عليك أنه تنتبهي للأمور الصغيرة قبل الكبيرة ما تدخل بمناقشات عقيمة لأنه هاي المسألة بترجعك لنقطة الصفر حاول تحسم يعني أنا حكيت ببداية الفقرة أنه هذا الشهر شهر حسم لكثير من الأبراج ومن ضمنه العذراء الحسم هذا الشهر راح يعطيك المقدرة على التقدم وعلى خلينا نقول أنك تعيش بسعادة وهداوة بال للسنين القادمة فإذا ما حسمت الموقف بهذا الشهر ممكن تحمل معك بعض الأمور السلبية لآخر السنة ممكن نعم ميسون شكراً كتير حبيبتي أتمنى لك بقيت نهار حلو وبعيد عن الشوف يا رب وبكراً إن شاء الله لقاءنا بيتجدد فيك إن شاء الله حبيبتي شكراً لكل الأشخاص اللي تابعونا اليوم شكراً لكل الأشخاص اللي تواصلوا معنا سواء عبر الهاتف أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظلوا بخير وبكراً ستنون الساعة 10 الصبح دائماً عبر هوا راديو راتانا وشاشة عمان تيفي إلى اللقاء